الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أبنائي وبنات الطلاب في مادة مبادئ القانون وبين يدينا درسنا في هذا اليوم بعنوان إثراءات القسم الثاني منه إثراءات القسم الثاني منه وهي مراجعة لما تم دراستها في أثناء هذا الفصل وقبل البداية والشروع بالدرس نود أن نذكر أهداف درسنا لهذا اليوم فماذا سنتعلم وماذا سنأخذ يتوقع منك أخي الطالب واختي الطالبة في نهاية الدرس أن تكون قادرا على أن تبين شكل الدولة في المملكة العربية السعودية وأيضا تبين نظام الحكم في المملكة العربية السعودية وأيضا توضح دور السلطات الثلاث في المملكة العربية السعودية وكذلك توضح أهم النظم العامة للقانون السعودي وأيضا تذكر أوجه استعمال مصطلح القانون ومصطلح النظام وكذلك تبين أهمية الجريدة الرسمية والآن سندخل إلى درسنا هنا سؤال وهو ما شكل الدولة في المملكة العربية السعودية وأيضا نظام الحكم فيها نعيد مرة أخرى وأريد منك أن تجيب على هذا السؤال ما شكل الدولة في المملكة العربية السعودية وما نظام الحكم فيها الإجابة أحسنتم نقول الإجابة أنه قد نص النظام الأساسي للحكم على أن اسم المملكة القانونية هو المملكة العربية السعودية ولغتها ماذا؟ اللغة العربية ودينها الإسلام ذات سيادة تم ما هو الدستور؟ هو دستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعاصمتها مدينة الرياض وهذا في نص الأساسي للحكم وللمملكة العربية السعودية عيدان هما عيد الفطر وعيد الأبحى وتقويم المملكة العربية السعودية هو التقويم الهجري وللمملكة علم أخضر ومواصفاته كالتالي أرضه يساوي ثلثي طوله وتتوسطه كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تحتها سيف مسلول ولا ينكس هذا العلم أبدا شعار المملكة العربية السعودية هو سيفاني متقاطعان ونخلة وسط فراغهما الأعلى وللمملكة العربية السعودية نشيد وطني محد والجميع يحفظ هذا النشيد فإذن هذا هو نص النظام الأساسي للحكم وما ورد فيه من شكل الدولة ونظام الحكم فيها كذلك مما جاء في نظام الحكم في المملكة العربية السعودية أنه ملكي والحكم يكون في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل السعود وأبناء الأبناء ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكا وولي العهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس وتتم الدعوة لمباية الملك واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة الصادر عام 1427 الهجرة ويكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد وما يكلفه به الملك من أعمال ويتولى سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة فإذن هذا هو نظام الحكم في الدولة المملكة العربية السعودية أيضا هنا نبين الملك أبل عزيز آر سعود رحمه الله والملك سعود بن أبل عزيز آر سعود رحمه الله والملك فيصل بن أبل عزيز آر سعود رحمه الله والملك خالد بن أبل عزيز آر سعود رحمه الله والملك فهد بن أبل عزيز آر سعود رحمه الله والملك عبد الله بن أبل عزيز آر سعود رحمه الله وخادم الحرمي الشريفين الملك سلمان بن أبل عزيز آر سعود حفظه الله هنا نبين ما هي السلطات في المملكة الربية السعودية ما هي أنواع السلطات في المملكة الربية السعودية قد بينا ما هي أنواع السلطات في المملكة الربية السعودية وهي كالتالي أنها ثلاث سلطات مرجعيتها إلى الملك مرجعيتها ماذا؟ إلى الملك وخادم الحرمي الشرشي يحفظه الله حيث تتعاون فيما بينها لأداء مهامها وإيجاز ذلك فيما يلي هذه السلطات الثلاث تتعاون فيما بينها وهي السلطة التنظيمية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية نبين الآن ما المقصود بالسلطة التنفيذية المقصود بذلك هي السلطة المختصة بتنفيذ القوانين والسياسات العامة في الدولة ويمثل السلطة التنفيذية ماذا؟ مجلس الوزراء حيث يرسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها وينظر في قرارات مجلس الوزراء وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى يرأس الملك المجلس وفقاً للمادة السادس والخمسون من نظام الأساسي للحكم ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بالمجلس ويعفيهم بأمر ملكي وللملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه هذا هو المقصود بالسلطة التنفيذية هي السلطة تختص بماذا؟ بتنفيذ القوانين والسياسات العامة في الدولة ما الذي يمثل هذه السلطة؟ يمثلها السلطة التنفيذية وهي مجلس الوزراء هنا قد صدر الأمر الملكي الكريم رقم ألف تقسيم واحد ستين وتاريخ واحد ثلاثة ألف وارمائة واربعين الهجرة الذي نص على الآتي يكون ولي الأهد رئيساً لمجلس الوزراء استثناءاً من حكم المادة السادس والخمسون من النظام الأساسي للحكم ومن حكام ذوات الصلاة الواردة في نظام مجلس الوزراء الآن نبين ما هي التشكلات الإدارية التي تتبع مجلس الوزراء فيتبعها أجهزة وتشكلات الإدارية هي كالآتي أولاً ديوان رئاسة مجلس الوزراء وأيضاً الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكذلك هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وأيضا مجلس الشؤون السياسية والأمنية وأيضا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كذلك نبين الآن النوع الثاني من السلطات وهي السلطة القضائية هذه السلطة القضائية هي سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاء في قضائهم غير سلطان الشريعة الإسلامية بما تتألف هذه السلطة؟ تتألف السلطة القضائية من المجلس الأعلى للقضاء وأيضا مجلس القضاء الإداري والمحاكم باختلاف اختصاصاتها ودرجاتها واللجان القضائية فهذه مما يتكون المجلس أو تتكون السلطة القضائية النوع الثالث من السلطات في المملكة السعودية وهي السلطة التنظيمية تختص بماذا السلطة التنظيمية؟ تختص بسن الأنظمة فهي التي تسن هذه الأنظمة التي تحقق المصلحة العامة وترفع المفسدة في شؤون الدولة وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية وتمارس اختصاصاتها وفقا للنظام الأساسي الحكم نظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى وتتمثل السلطة التنظيمية في مجلس الوزراء وأيضا مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية إذن تختص بماذا السلطة التنظيمية؟ تختص بسن الأنظمة تختص بسن الأنظمة وتتمثل هذه السلطة في مجلس الوزراء وكذلك مجلس الشورى الآن نبين من نظم العامة للقانون السعودي؟ أعيد السؤال مرة أخرى من نظم العامة للقانون السعودي؟ هناك نظم داخل في القانون السعودي النظام الأول وهو النظام القضائي ذكرنا قبل قليل أن القضاء سلطة قضائية مستقلة سلطة قضائية مستقلة وذكرنا مما يتكون السلطة القضائية ذكرنا أن القاضي له السلطة التقديرية بمعنى يقدر في القضاء الحكم وأيضا ولا سلطان على القضاء في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية وحق التقاضي مكفول بالتساوي سواء كان للمواطنين أو المقيمين في المملكة دون تمييز على أساس الجنسية وتطبق المحاكم السعودي على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ويتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقا للأنظمة ذات العلاقة والقضاء في المملكة السعودية تكون من ماذا؟ يتكون من القضاء العام كذلك القضاء الإداري وهو دوال مظالم أيضا اللجان القضائية هذه مكونات القضاء في المملكة السعودية أولا القضاء العام ثم القضاء الإداري والثالث هي اللجان القضائية النظام الاقتصادي المقصود به أن الدولة تملك جميع الثروات التي أودع الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات وتبين الأنظمة كيفية استغلال وحماية وتنمية هذه الثروات لما يحقق مصالح الدولة ولا يجوز منح امتياز أو استثمار الموارد العامة في المملكة إلا بموجب نظام وأن للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها وتشمل مقومات الأساسية للكيان الاقتصادي والاجتماعي المملكة هنا أمور وهي الملكية وأيضا رأس المال وكذلك العمل وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية أيضا مما جاء في النظام الاقتصادي أن الدولة تفرض الضرائب والرسوم عند الحاجة وعلى أساس من العدل ولا يجوز فرضها وتعديلها أو يلغاؤها أو لعفاء منها إلا بموجب نظام وتجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية ويتم تحقيق التنمي الاقتصادي والاجتماعي وفق خطة علمية عادلة أيضا النظام الآخر وهو النظام التعليمي التعليم في المملكة يهدف إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشأ وإكسابه المعارف والمهارات وتهيئة ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه وتوفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافعة الأمية وترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة وتعنى بتشجيع البحث العلمي وتصون التراث الإسلامي والعربي وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية لاحظ معي هذا مما جاء في النظم في القانون السعودي في المملكة العربية السعودية وهو النظام التعليمي ما يجتمل عليه من جانب الغرس وجانب أيضا ما توفره الدولة وتلتزم به وترعاه كذلك من النظم العام للقانون السعودي الأمر الرابع وهو النظام الصحي والبيي والمقصود به أن الدولة تعنى بالصحة العامة وتسعى للمحافظة عليها وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن وتعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها وكذلك منع تلوثها أيضا مما جاء في النظم العام للقانون السعودي كذلك النظام المجتمعي النظام المجتمعي ما المقصود به؟ المقصود به أن جهود المملكة العربية السعودية متعلقة بالنظام المجتمعي عظيمة ومن جهود عديد الدولة من مباركة معينة أولا تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته ثانيا تقوم الدولة بإمار الحرمين الشريفين وخدمتهما ثالثا تحرص الدولة على تحقيق أمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة وتقوية علاقاتها بالدول الصديقة رابعا تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية وتكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخ وخاخ خامسا ما هو أن الدولة تدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسلام في الأعمال الخيرية سادسا تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل هذا هو النظام الاجتماعي مما جاء في النظام الاجتماعي أيضا النظام الدفاعي قد أنشأت المملكة السعودية القوات المسلحة وطورتها من أجل الدفاع عن العقيدة الإسلامية والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن ويجب على المواطني وفقا لأنظمة الخدمة الأسكرية في المملكة الدفاع العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن أيضا مما جاء في النظام العام للقانون السعودي النظام الأمني والدولة قد وفرت الحماية والأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها وتحفظ حقوقهم المتعلقة بما يلي أولا من جانب حفظ الحقوق جانب التصرفات فلا يجوز التوقيف أو الحبس بموجب الأنظمة والإحكام القضائية ثانيا المساكن إذ إن للمساكن حرمتها فلا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي تبينه الأنظمة ثالثا الملكية الخاصة حيث لها حرمتها فلا ينزع من أحد ملكه إلا للمصرحة العامة على أي عوض المالك تعويضا عادلا رابعا الأموال حيث تحضر المصادرة العامة للأموال فلا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا يكون عن طريق حكم قضائي خامسا المسؤولية الجنائية حيث تحمل قوانين حرية الإنسان بجعل العقوبة شخصية فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقابة على الأعمال إلا التي تحدث بعد العمل بالقاعدة إلا بعد العمل بالقاعدة ماذا؟ القانونية هذا من مجاة في النظام الأمني أيضا النظام المجلس المفتوح وهو مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحاني لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعظو له من الشعون هنا سؤال ما الفرق بين مصطلح النظام ومصطلح ماذا؟ القانون الإجابة على التساؤل حول استعمال مصطلح القانون ومصطلح النظام تتلقص في عدة أوجه أولا نقول مصطلح القانون هل هو مصطلح عربي؟ نقول ليس عربيا وذكر أن هذه الكلمة مصطرها فارسي وذكر أنها رومي أو يوناني وجرى تعريب هذه الكلمة العربية بمعنى مقياس كل شيء أو العصى المستقيمة هذا مما جاء في معاني المقصود بالقانون لكن نذكر هنا أن مصطلح النظام ومصطلح القانون مترادفان لغويا ولكن من حيث الأصل فمصطلح النظام هو المصطلح العربي إذن المصطلح العربي ما هو؟ مصطلح النظام أيضا من مما جاء في الفرق بين مصطلح النظام ومصطلح القانون مصطلح القانون حاليا يدل على القواعد الإلزامية التي تفرضها الدولة بشكل عام ولا مشاحة في الاصطلاح بين المشهومين ثالثا إذا كان الحديث عن العلم أو المجال في ذاته فنقول علم القانون ولا نقول علم النظام لوضوح المعنى والاتساق مع المصطلح لدى المدارس القانونية في أنحاء العالم كذلك مما جاء التفريق بينهما أن المملكة الأربية السعودية صادقت على الكثير من القوانين العربية باسم القانون مثل قانون النظام الموحد للتعديل لدول مجلس التعاون عام 1435 أيضا نقول للإجابة على هذا التساؤل بعض علماء المسلمين استخدم مصطلح القانون ومنهم أبو حامد الغزال في كتابه ماذا؟ كتابه المستصفى كما ألف بن جزيل غرناطي كتابا في الفقه المالكي سماه القوانين الفقهية وألف بن سينة كتابا في الطب سماه القانون في الطب هنا نذكر المقصود بالجريدة الرسمية في المملكة السعودية هي جريدة ماذا؟ جريدة أم القرى ما نصت عليه المادة الرابع والثلاثون من نظام المطبوعات والنشر ومن ضمن أهدافها نشر الأنظمة بحيث تكون نافذة مفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر كذلك نص النظام الأساسي للحكم في المادة 71 ونظام مجلس الوزراء في المادة 23 على أن الأنظمة والمراسم يجب أن تنشر أين؟ في الجريدة الرسمية وهي جريدة أم القرى هذه الجريدة الرسمية هي وسيلة دستورية لإخبار المواطنين والمقيمين بماذا؟ بمضمون القواعد القانونية من خلال نشر الأوامر والمراسيم الملكية وقرارات مجلس الوزراء والأنظمة وقرارات الجهات التشريعية أيضا قرارات الوزراء وتكمن أهمية النشر في الجريدة الرسمية في أمرين ما هي أهمية الجريدة؟ أهميتها في أمرين أولا نشر القواعد القانونية هذا يعد قرينة حكمية على افتراض علم الناس بها وعدم جواز الاعتذار بالجهل بالقاعدة القانونية الأمر الثاني القاعدة القانونية تصبح ملزمة بعد نشرها في الجريدة الرسمية أو تعديد تاريخ العمل بها ولا تكون القاعدة القانونية ملزمة لو نشرت في وسائل نشر أخرى ما لم تنشر في الجريدة الرسمية وبذلك نكون انتهينا من درسنا في هذا اليوم نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لكل خير ويعيننا عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين